اشتركوا في القناة ولم يطلقوا رصاصة واحدة ولقد انخفض سعر اسهم شركة هاري وينستون المالك لمحل المجوهرات 9% في اليوم التالي خصوصا عندما علم الناس ان المحل قد سرق في العام السابق حيث فقدت 10 ملايين يورو من المجوهرات والقت الشرطة الفرنسية القبض على 25 شخصا متورطا في العملية عام 2008 سرقت 108 ملايين دولار في المركز التاسع مركز انتارب للالماس في بلجيكا عام 2003 سرق اكثر من 100 مليون دولار يعبر 80% من الالماس الخام في العالم من خلال مدينة انتارب وقد شهدت هذه المدينة العديد من السرقات عبر التاريخ الا ان العملية التي تمت في 16 شهر شباط فبراير عام 2003 تميزت بقيمة الالماس المسروق ودقة تنفيذها قام ليوناردو نوتارب بارتولو مع ثلاثة لصوص بالتخطيط لهذه العملية على مدى عدة سنوات وقد استأجر مكتبا في نفس مبنى مركز انتارب للالماس قبل ثلاثة سنوات من تنفيذ العملية وانتحل شخصية تاجر ألماس إيطالي ليكسب ثقة التجار الآخرين وقد كانت الخزنة التي سرقت محمية بعشر تقنيات أمنية بما فيها كاميرات وأجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء ورادار دوبلر ومجال مغناطيسي وجهاز كشف الزلازل وقفل له مئة مليون تركيبة وقد ألقي القبض على ليوناردو وأودع في السجن لمدة عشر سنوات وكانت روايته أنه سرق ألماس بقيمة عشرين مليون دولار لصالح تاجر ألماس يهودي وأن أغلب الصناديق كانت فارغة وأنه كان ضحية عملية احتيال على شركات التأمين وقد عرفت هذه العملية بسرقة القرن حيث اختفى ألماس بقيمة مئة مليون دولار ولم يتم العثور عليه إلى يومنا هذا في المرتبة الثامنة مصرف كاليفورنيا المتحد بالولايات المتحدة عام 72-900 وآلف قيبة السرقة ثلاثون مليون دولار تقريبا يعد مبلغ ثلاثين مليون دولار قليلا جدا بالمقارنة مع باقي السرقات ولكن الثلاثين مليون دولار عام 72-900 وآلف كانت تعادل أكثر من مئة مليون دولار في يومنا هذا عند احتساب نسبة التضخم في الرابع والعشرين من شهر مارس آذار عام 72-900 وآلف قامت مجموعة مكونة من سبع لصوص من أوهايو بقيادة أيميل دينسيو باقتحام فرع لمصر في كاليفورنيا المتحد وسرقوا محتويات خزنة صناديق الأمانات وقد ألقت الشرطة الفيدرالية القبض عليهم لكن لم يتم العصور على المسروقات ولم يتم تحديد قيمتها بدقة نظرا لسرية محتويات صناديق الأمانات في المرتبة السابعة مطار شيبول بأمستردام عام 2005 قيمة السرقة 118 مليون دولار تقريبا تعد هذه الجريمة الأكبر سرقة ألماص في التاريخ حيث قدرت قيمة الألماص المسروق بـ 118 ملايين دولار وهي قيمة تقريبية لأن معظم الألماص كان في حالته الطبيعية مما يجعل من الصعب تقدير قيمته وتعاقبه قبل أسبوعين من العملية قام أربعة أشخاص بسرقة شاحنة تابعة لشركة طيران الكائل أم وبعض الملابس الخاصة بالعاملين بها واستخدموها للتجول بحرية في أرجاء المطار في الخامس والعشرين من فبراير شباط ذهب اللصوص مباشرة إلى شاحنة الكائلام كانت تحمل كمية كبيرة من الألماص متواجهة لأنطارب وقاموا باستخدام أسلحتهم للسيطرة على الشاحنة والهروب بها ولقد أصار معرفة اللصوص بالشاحنة المحملة بالألماص شكوك الشرطة بأن هناك من ساعدهم من داخل المطار وخصوصا بأن عملية سريقة أخرى قد حدثت قبل ستة أشهر فقط في المرتبة السادسة البنك البريطاني للشرق الأوسط ببيروت عام 1976 قيمة السرقة 25 مليون جنيه استرليني شهدت السبعينة من القرن الماضي صعود منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات وكانت في حالة حرب مع الجميع وكان لبنان يعيش حربا أهلية طاحنة حيث عمت الفوضى معظم المناطق اللبنانية في العشرين من شهر يناير كانون الثاني عام 1976 اقتحمت مجموعة تابعة لمنظمة التحرير فرع البنك البريطاني ببيروت ونهبوا أموالا وذهبا ومجوهرات بقيمة 25 مليون جنيه استرليني أو ما يعادل المائة مليون دولار في أمنا هذا وقد دخل المهاجمون إلى الكنيسة المجاورة للبنك ودمروا الحائط المشترك ثم قاموا على مدى يومين بنهب الخزنة الرئيسية في المرتبة الخامسة مركز أمانات نايتس بريج في المملكة المتحدة عام 1987 قيمة السرقة 60 مليون جنيه استرليني كان فاليريو فيسي مطلوبا في أكثر من 50 عمليات سطو مسلح بإيطاليا وفي عام 1986 وصل إلى المملكة المتحدة ليكمل مسيرته المهنية وعام 1987 دخل فاليريو إلى مركز أمانات نايتس بريج ليستأجر صندوق أمانات ثم قام بالسيطرة على المدير المسؤول والحراس وعلق لافتة بأن المركز قد أقفل ثم قام بإدخال أفراد عصابته ونهبوا محتويات جميع صندوق الأمانات بقيمة 60 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 174 مليون دولار في يومنا هذا وقد تم القبض على جميع أفراد العصابة باستثناء فاليريو الذي تمكن من الهروب إلى أمريكا اللاتينية ثم عاد إلى المملكة المتحدة بعد سنوات لجلب سيارته الفيراري ووقع في قبضة الشرطة وحكم عليه بـ 22 سنة بالسجن وعام 2000 أطلق صراحه اليوم واحد ثم قتل في اجتباك مسلح مع الشرطة في أحد شوارع لندن في المرتبة الرابعة مصرف دار السلام في بغداد عام 2007 قيمة السارقة 282 مليون دولار عام 2007 وصل موظف مصرف دار السلام في بغداد إلى مكاتبهم ليجد الأبواب والخزنة مفتوحة وقد اختفت جميع النقود منها ويعتقد بأن ثلاثة حراس قد قاموا بعملية السارقة ولم يعرف سبب احتفاظ المصرف بهذه الكمية من النقود في الخزنة ولم يتم القبض على أي من المجرمين إلى يومنا هذا ومن الملفت للانتباه أنه لم تتم تغطية هذه الجريمة في وسائل الإعلام المحلية في المرتبة الثالثة مدحف بوستون جاردنر في الولايات المتحدة عام 1990 قيمة السارقة 300 مليون دولار في الثامن عشر من شهر مارس أوذار عام 1990 قام للصان متنكرون بزي الشرطة بالدخول إلى مدحف جاردنر وبخلاف سياسة المدحف سمح لهم الحراس بالدخول ثم قام اللصان بخداعهم وتقييدهم وقاموا خلال 81 دقيقة بسرقة 12 قطعة فنية بقيمة 300 مليون دولار ومن بين القطع المسروقة ثلاث لوحات لرامبرانت ولوحة أخرى لفارمر وقد اختفى اللصان ومعهم أشريطة المراقبة ولم يتم القبض عليهم إلى يومنا هذا بالرغم من وجود مكفاءة مالية تقدر بخمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد على استرجاع القطع الفنية المسروقة في المرتبة الثانية سندات خزانة في لندن عام 1990 قيمة السرقة 292 مليون جنيه استرليني في الثاني من شهر ماي ايار عام 1990 في أحد شوارع لندن الهادئة تم الاعتداء على جون جودارد أحد موظفي تشيباردز وسرقة حقيبته التي كانت تحتوي على سندات خزينة بقيمة 292 مليون جنيه استرليني وتعد هذه السندات كالأموال النقدية أي ملكا لحاملها وقد يلقي القبض على كيس تشيزمان لعلاقته بهذه العملية وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف أما المتهم الآخر باتريك توماس فقد قتل بطلق ناري قبل محاكمته وتم استرجاع جماع السندات باستثناء سندين بقيمة 2 مليون دولار في المرتبة الأولى البنك المركزي العراقي عام 2003 قيمة السرقة مليار دولار تتميز أكبر عملية سرقة في التاريخ ببساطتها ففي يوم ما قبل هجوم قوات التحالف على العراق أرسل صدام حسين ابنه قصي إلى البنك المركزي لسحب مبلغ مليار دولار مستخدما رسالة خطية منه وخلال خمسة ساعات قام قصي بتحميل صناديق تحتوي على أوراق نقدية من فئة المائة دولار وقد عثر على 650 مليون دولار في أحد القصور التابعة لصدام حسين أما المبلغ المتبقي فلم يعثر عليه إلى يومنا هذا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟ اشتركوا في القناة